ترجمة نانسي قنقر ومؤكدا أهمية الدفع بمسارات العلاقات بين الجانبين نحو آفاق أرحب وبما يعود بالنفع والنماء على البلدين وبما يحقق التطلعات المشتركة كما نوه الدكتور المانع إلى أهمية هذه اللقاءات في استمرار التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين ومن جانبه أشاد وزير الصحة والسكان اليمني بتطور النظام الصحي في مملكة البحرين وبمستوى كفاءة الطواقم الطبية الوطنية المؤهلة وبخاصة التي تميزت بخدماتها الصحية خلال جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر ترجمة نانسي قنقر